وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة اقرأ احفظ سمع ارتل جود فإن أخذها باركة بغيتين باركة هاي فين كينة ما كناش البركة عند مولاي بوسلهام صيد بليوت مولاي إبراهيم شام هاروش تكركوست حمد وموسى هدوك الناس ولا المسميات غاينفعوك ما غاينضروك والو ما يقدروا وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها باركة الخير الكثير الدائم الذي لا يزل سورة البقرة صورة عظيمة فيها أوصف المؤمنين أوصف المنافقين فيها قصة بقرة بني إسرائيل فيها مناسك الحج فيها الصوم فيها آية الكرسي فيها آية الدين فيها تفاصيل فيها قصص عظيمة خمسة الأحزاب صورة عظيمة من صور القرآن الكريم أخذها باركة فإن أخذها باركة وطركها حسرة ما شي في الدنيا يوم القيامة يوم الحسرة غا تندم فاش ما قررتش هذه الصورة ما فهمتها ما تبقتها ما دويتش بها رسك ما عايشتش بها رسك جاب لك الله الشفاء لعندك دو ما بغيتيش ترجمة نانسي قنقر